كنوز طبيعية في بطون جبال سلطنة عمان وداخل قعان البحار وعلى الصحار والتلال من حيوانات ونباتات وكائنات حية منها المهددة بالانقراض وللحفاظ عليها واستدامتها يقوم مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية على حفظ الوصول الوراثية واستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي نحو زيادة أعدادها وإكثارها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية مركز فريد حقيقة من نوعه ذلك لأن مهمته لا تقتصر فقط في إجراء البحوث والبحث عن الفرص الاستثمارية المستدامة من الموارد الوراثية لكن أيضا يتطرق إلى عمليات الحفظ عمليات حفظ الكائنات الحية منها الكائنات الحية الدقيقة لدينا الآن نواة لبنك جيني للكائنات الحية الدقيقة بنك جيني لحفظ العينات البيولوجية من الحيوانات البرية هذه الاصطوانة تحتوي على سائل النيتروجين تبلغ درجة حرارته 196 تحت الصفر تستخدم في حفظ العينات لسنوات طويلة وذلك لاستخدامها مستقبلا بأدوات وأجهزة مخبرية متطورة عالميا يقوم لخصائيون بالمركز بالتعامل مع جينات الحيوانات والنباتات بعناية فايقة حيث بلغ عدد العينات أكثر من 250 عينة من 15 حيوانا بريا مهددا بالانقراض تم جمع تقريبا 250 عينة من الأنسجة والدم من 15 نوع من الحيوانات المهددة بالانقراض بالسلطنة بداية من المهل العربية والوعل النوبي والوعل العربي والذيب العربي والوشق تم جمع هذه العينات وحفظها وجاري العمل على تصنيفها للمركز دور من خلال توفير المختبرات اللازمة لحفظ هذه العينات حتى يتم استخراج لاحقا الحمض النوي وهو الدي ان اي من أجل عملية التوصيف الجيني وكذلك معرفة الاختلافات الوراثية بين هذه الأنواع رؤية المركز تنظر إلى حماية واستدامة السلالات الحيوانية النادرة وذلك بتوفير مادة وراثية احتياطية تمكن استعادة الأصول وتوفير المادة الوراثية لاغراض البحث العلمي يوسف بن سعيد الرواحي مسقط